اللي الزعلان على أخوه اللي الزعلان على أخته اللي شايل حقد على جيرانه اللي شايل حقد على صدقاءه أو حتى على الأشخاص اللي تعرف عليهم عن طريق برامق التواصل الاجتماعي أريد أوصل لك رسالة واسمعها مني إذا أحببت أن يغفر الله لك فاغفر أنت لعباده وإن أحببت أن يعفو الله عنك فاعفو أنت عن عباده فإنما الجزاء من جنس العمل أخي في الله افتح قلبك المغلق بمفاتيح التسامح واطرق الأبواب المغلقة بينك وبينهم وضع باقات زهورك على عتباتهم واحرص على أن تبقى المساحات بينك وبينهم بلون الثلج النقي تسامحوا لأن هناك فضائل رائعة تحمل شعار الإنسانية المخبأة فينا وهناك في صميم قلوبنا نحمل فطرة قد خلقت فينا دون ما إدراك مننا نعلم عندها إننا مهما غضبنا فسينطفئ الغضب خلال دقائق معدودة ومهما أخطأنا فسنصلح خطأنا تسامحوا فشهر رمضان بقى له أيام قليلة وسيسعدنا بزيارته فهل تحبون أن يأتي شهر الخير وأنتم في أنفسكم حقد على أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني في الله دعونا نبدأ شهر رمضان بصفحة جديدة بيضاء خالية من المشاكل والمشاحنات والحقد والكراهية بادر وصالح لتزيد من أجرك وتريح قلبك وقدم لكل من أساء لك السماح وانظر للسماء وابتسم فالله راض عنك الآن أبشر بالأجر دعونا ننتهز هذا الشهر لكي يكون بداية في التسامح والعفو عن كل من أساء إلينا هنا أقول اللهم إني عفوت عن من ظلمني اللهم إني عفوت عن من أساء إلي اللهم إني سامحت من اغتابني اللهم إني سامحت جميع المسلمين اللهم آمين تقبض الله صيامكم وقيامكم وكل عام وأنتم بخير اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد رسالة 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 شكرا